مساوكم سعيد سنحاول ان نتطرق الى بعض المواضيع ونكون مختصرين. اختصروا قدرا ان كان نتنبساورو سنو تنبقاو قلسين. يعني ان ساورو سنو نبقاوتين برد شو معكم. مازين. اذا اجي تعرف قبل ما تشرف وتولي تخرف. بن نذكر بعدها بالنظام الاساسي الجديد. اللي انتهى في الوقت دياله. الحوار القطاعي. انتفاق المرحلة ديه 18 يناير 2022 تكمل في الوقت دياله. اللجنة التقنية انتهت من الاعمال ديالها في الوقت المحدد ديالها ويفق البرمجة الزمنية. خرجت بالمذكرة بالمذكرات حواري ربعة ولا خمسة دي المذكرات مجلسدة. اجرأت الاتفاق المرحلي قبل المصادقة النهائية دي عليه. ايضا النقابات قدمت مذكرة جوابية يعني موحدة بها اه مقترحات وملاحظات حول هذه المذكرات المجسدة لاجرأة الحوار. وايضا اه اللجنة اه اللجنة ديال البرمجة الزمنية والمضوعاتية ايضا انتهت من يعني العمل ديال داخل اللجان لدان اتناعش اللقاء. وحضرته النقابات بانتظام في جو ايجابي يسوده الهدوء والتفاهم والتوافق. وكان عملا تشاركيا. اذا الجميع التزم ببنودي يعني اه المتضمنة في محضر اتفاق ديلة 18 يناير الذي حضره السيد رئيس العكومة بنفسه سيد اخنوش. واعطى الضمانة والتزم بتنزيل جميع مضامين ما تم التوافق حوله اه في اتفاق المرحلي ديلة 18 يناير 2022. نهاية الكلام. ونذكر ان الملف المطلبي اللي قام باعداده السيد شاكيب بنفسه شخصيا. وقام بفرزي وتصنيفي والترتيب حسب الاوليات. حتى قام بتشكيل اه ملف مطلبي موحد بين جميع النقابات يضم تلاتة اه سبعة وعشرين ملف. اه في اوي. اربعاء ديلة الملفات كانوا اانيين تم تنزيلهم بثلاثة المراسيم لي يعني على رأسهم مرسوم جوج اه تنين وعشرين تسعود وستين ديلة الادارة الترباوية. وايضا اه جوجة المراسيم اخرى يعني ديلة من اجل يعني الاحداث والتنظيم ديلة سواء ديلة المراكز الجهوية للتربية والتكوين سواء ديلة اه مراكز التوجيه والتخطيط. واحد اه قام بمراجعة المرسوم ديلة الخمسة وثمانين. في خمسة وثمانين ديلة احداث اه احداث مراكز التخطيط والتوجيه. والتاني كان كان صدر في الفين وحضاعش. يعني اه ديلة اه تنظيم واحداث اه المراكز الجهوية التربية والتكوين. انتهي الكلام. المرسوم جوج تسعود اه تنين وعشرين تسعود الستين قام بتثمين وتغيير المرسوم جوج سيفر جوج اتمن مئة وربعة وخمسين. اللي هو النظام الوظيفة اه ديل موظف الوزارة التربية الوطنية. النظام مصطلح عليه الفين وثلاثة. اذا من العمل ديلهم في الوقت المحدد ديلهم هدا لا نقاش فيه ولا غبارة فيه. خمسة وعشرين نهار خمسة وعشرين راي عاديك اياه منيجات النقابات وشافت يعني طالت على اه التفاصيل ديل ديل التفاصيل. تدقيق في هذيك التفاصيل الى اخيره. واذاك شي عرضوه في الجلسة ديل سبا وعشرين ماي اه يوليوز الفين واتنين وعشرين في في الجلسة يعني الجلسة العليا. لترأسها رئيس اه شاكيب بن نوسى شخصيا مع الامنة العامية للنقابات. والكاتب العام للوزارة. ومدير اه يعني الموارد البشرية. والفريق التابع له. ايضا الفريق التابع له ايضا ارقمه بتشكيل لجنة تقنية مصفارة من اجل السعار على الانتهاء من مسائل ديال النظام الاساسي الجديد. الجديد بالنسبة فقط لاي اه اطر نظامية للاكاديمية. لديهم يعني نسخوا اتنعشر نظام اساسي وقاموا بتوحيده في النظام خاص باطر الاكاديمية. اما النظام اساسي ديال الفين وثلاثة فقاموا بالمراجعة دياله بتنقيته من الشوائب بحصر الاختلالات والنواقص والقصور وقاموا باعتصحيحها. احنا كذلك نطالب كما قلت قبل كل ذلك ان يتم انصاف جميع ضحايا يعني اه ضحايا الاختلالات والاعطاب التي تسببتها سببها النظام اساسي يعني دي النظام الاساسي في متلاتة اتفاق منتصر الليل. وايضا المراسم السابقة الجائرة. يعني اصلاح الاعطاب التي تسببتها جميع الانظمة السابقة وجميع المراسم السابقة. ومن بين هؤلاء الضحايا الاصليين الذين كانت من المفروض ان يتم ترقيتهم من الاواء الفين وتسعة عشر وانضحايا الزنزان التاسع ضحايا المادة مية واثناش الذين وضع السلم التاسع في طور انقراد على اساسهم في الفين وتلاتة وتم اه وتمتيعهم بالتقييد من المادة مية واثناش شر خمسة عشر الاستة من اجل فك الحصار على السلم التاسع وترقيتهم ترقية سريعة الى السلم العاشر ووضع السلم التاسع في طور انقراد وبناء عليه تم يعني قاموا باعتماد المادة مية واثناش كطرقية استثنائية بترخيص استثنائي ولستثناء يعطي له جميع القوانين الجاري بها العمل وللأسف الشديد رغم اوفنا على الشروط النظامية قبل حدفنا من الاسلاك وتقييدنا في جاوة الترقي قبل حدفنا من الاسلاك باكتر من ثلاث سنوات ورغم احداث مناصبنا المالية بازد من ثلاث سنوات قبل حدفنا من الاسلاك الاعداء ديال النجاح الذين كانوا هم من وقفوا حجرة عطرة في وجه الاصلاح يعني الرافضون للاصلاك ديال المنظومة التعليمية منذ الرؤية ديال المطاق الفين الفين وعشرة والمطاق والمخطط الاستعجالي الذي نسفه يعني اعتماده المالي الذي فاق ربعلاف وتلتميات المالية كما يعلم الجميع ولم يتم اي اصلاح واحتى الاعتمادات المالية ديالنا اخدوها لنا في رمشة عين وقاموا يعني بتعسف علينا واخضاعنا الى الاقراهات المالية وايضا اخضاعنا الى التوازنات المرغوبة لدى الصندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة وبالتالي تبقفون فينا عنوة الحصيز السنوي واخضعونا الى المادة 90 رغم اننا تقاعدنا وتتوفر هنا جميع الشروط المطلوبة وقيدنا قبل احالتنا التقاعد ورغم ذلك كمتقاعدين تبقوا فينا الكوطة وتقاعدنا بالتاسع اذا هذه الفئة قبل تصحيح الاخطاء والاعطاب والهم لك هل يجب انصف هؤلاء الضحايا ضحايا الزنزان التاسعة وضحايا المادة 12 هم الاوائل لهم الاصباقية وجميع منطقة هذا يعني وكان مساره المهاني يعني محدودا في طرقية او طرقيتين فقد يعني لوباكوغ ديالو ستاغني يجب ان ينصف هو الاول كذلك وجميع منطقة هذا من 2003 الى 2011 الملف الشهير للعشر الافميتين متقاعد ومتقاعدة من 2003 الى 2011 الذي اخرجناه من عنق الزجاجة بفضل الرجال الاحرار والحرائر ومشي الشميت الشلاعبية القرادة اذا نمر نجو لهد النظام الاساسي قلت لك اللي مبغاش سيشاكيب بن موسى فقط هو اللي اخره في اعلان باش كان بغي نزلوه كاملا واللي الاسف الشديد يعني يبقى ناقص نوش اشياء منها الحصيص السنوي ديال 36 لي يعني يعني تم اعتماده وتوافق حوله في الحوار الاجتماعي تانيا اه احداث درجة جديدة التي يعني تم اه اه توافق حولها في الحوار الاجتماعي كذلك والمشكلة ديال المساعدين التقنيين والاداريين الذين تم توافق حولهم ايضا في الحوار الاجتماعي للأسف الشديد النصوص التنظيمية لم تصدر يعني قبل نهاية قبل نهاية يوليوز 2022 وذلك ما كان السبب في تعطيل يعني كنزيل النظام الاساسي كاملا مكتملا في موحده وهو سبعة وعشرين يوليوز الفين اتنين وعشرين اما الملف المطلبي الذي يتوفر على ان يضم سبعة وعشرين ملف يعني ايه ملف فئوي ربعة سويت وانتهت يعني اربعة ملفات الادارة التربية والتخطيط والتوجيه والتخطيط الى اخيره والملف ديال المساعدين التقنيين والدكاطرة سيتم معالجته الى جانب ملفات كثيرة ستعالج داخل النظام الاساسي الجديد الذي هو ما هو الا مراجعة للنظام ديال الفين ثلاثة فقط وتتميمه وتغييره وتعديله ويعني اصلاحه بالاضافة او بالحدف وانتهى الكلام. اذا النظام الاساسي هو يعني ما كانش كامل مكتمل ان المقتديات التنظيمية ديال المتعلقة مثلا بالحصيس يعني الحصيس اللي يغير طافة الستة وتلاتين في المياه باقي مخرج مخرج اه النصوص التنظيمية ديالو خاصة تخرج وتصدر في القانون في النظام العام ديال الوظيفة العمومية اذا ومن ثم يعني اه تولي يعني قانونا يمكن لي يعني يضمنه ضمن النظام الاساسي الجديد. تانيا مثلا اه اه احداث الدرجة الجديدة. يمكنش البن موسى يحدثها في النظام الجديد وهي باقة ما تحددش في النظام العام ديالوظيفة العمومية. اذا كل شيء اه مرتابط بتأخير النصوص التنظيمية ديال الملفات التي تم التوافق حولها في الفين اه في تلاتين ابريل حوار اجتماعي دي تلاتين ابريل الفين واثنين عشرين. وايضا كما قلت اه المساعدين مشكلة المساعدين الاداريين لغاية سيتم حدف السلم السابع لان المساعدين الاداريين تهم اطور مشترك بين الوزارات وبالتالي فام اصلاح الادارة والوزيرة المكلة المنتدبة اه لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الادارة هي التي لها يعني هي التي لها الصلاحية في اه معالجة هذا المساعدين التقنيين واحداث يعني سيقومون بحدف السلم السابع وبالنسبة للمساعدين الاداريين والتقنيين المرتبين اللي عندهم التامن والتاسع المسار المهني ينتهي يعني في التامن والتاسع سيقومون باحداث يعني درجة ممتازة لان المسار ديالهم مهني محدود باقو استاغني لان دائما اي احداث ديال اي درجة فلا بد خص يكون المسار المهني محدود استاغني باقو استاغني سنو ما يحددلو لك تحاجة ما يعطوهش لي خصكون عندك التشريع كن عندك يعني السند القانوني السند قانوني باش باش يحددولي كما ان ضحايا النظامية من حلو داك الملف فهو ما كانش يستهديها لش نقول لك هدو كانو الوصوص ديال الترقيات سرقوني نحن الترقيات بالاقدامية العامة وراء الترقاب المادة مية وطنعش ما كانش من حقهم وده جو بس سنوات من التاسع العاشر وده زمن العاشر الحداش ده وزون تاني بس سنوات للمرة الرابعة او الخامسة في حين ان الترقية لا تتعدى ترقيتين خلال المسار المهني. اذا كان حتى الضحايا تستهدفو الضحايا اللي عندهم وهم اللي توظفو بيعني توظفو بالبكاروية وتخرجوا بالتامن افواج ديال تمانينات من تمانية الاشتا وتمانين هادو ملك يعني رفق الفين وتسعتاش كان اللي عنده تسعود وثلاثين سنة ديال العمل يلا مرقي مرتين ولو مخلينو تداز بالتسعيف ولو مرقي ربعة خمسة المرات يعني لو باركور ديالو إليميتي ولو مرقينو للمرة الرابعة او الخامسة بست سنوات ست سنين من التاسع العاشر ست سنين من العاشر الاحضاعش وباقين مرجعين شي واحدين اللي تقاعدوا بعد الفين وسبعتا تيقول لك رام تضرو من بن كيران لما وصلت المظلومية الى من يهمهم الامر وطالوا على كل شيء هاد 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 الخروقات وهاد التجاوزات وهاد هاد المظلومية كيفاش تم الفبركة ديالو كما تم التعصف على الحق وعلى القانون عن التشريع حتى ان الامانة العامة التي تقوم بيعني بالاشراف يعني الملاءمة التشريعية والقانونية هاي خلات عشر الاف ومئتين خلات للضحايا زنزان التاسع اللي تقاعدوا من الفين تالفين وربعة اللي كانوا اصلا مقيدين ومرقين قبل ما يتقاعدوا ومرقين غامرة واحدة هنا ترقينا مرة واحدة من التاسع للعاشر من التاسع من التاسع من التاسع فقط منذ ان يعني ولجنا سلك التعليم مسار المهني ديالنا كامل تلتقاوه مرة واحدة اذا فين كانت هاد الامانة العامة فين كان الاصلاح الادارة والانتقار الرقمي اللي بغي يقولوا ليه اذا فين اي ملاءمة كي لا دي رسالي بديك لي خليك كي ينغى كور وصيف فطل الفران وما كي ينغسني ودوز لانا كانوا ابناء العاشرة الى دارك او لهم لك حل وانتم اخبار في رأسكم اذا اي اصلاح اي اضافة ديال شي نظام شي درجة جديدة اي انصاف ديال ضحايا اولا هادو اللي دوزوهم من الفين وثلاث اتناعش الالفين وخمسطاعش الالفين وثمنطاعش للي متقاعدين اصلا ما عندهمش الحق ما كانوش ضحايا ديال الفين وثلاثة نظام ديال الفين وثلاثة استعادوا من المادة مية وطنعش اللي مكانش من حقهم اصلا هادو استافدوا في الى ثلاثة وعودوا استافدوا تاني مرة اخرى هادو اللي استافدوا ده بكى ملفات اانية ديال المتصرفين الى اخير وتغيير ايطار اللي هملك حاله الى اخيره هم اللي استافدوا من الى احضاعش في الفين وثلاثة يعني هناك تضارب المصالح كي هناك المساكع علاقات وطيضة بنتهم لاستافد اه مع تلاتة ملفات ولا ربعة ربعات ملفات ليستافد منهم والثلاثات الملفات ليستافد منهم خلي عليك توزيع الوزيعها ديال مية وخمس ناعش يعني سنوات الاعتبار هي اللي جات هنا بش انصفنا ما كينا غاوزع 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 زيب شهادة واعطيك سنوات الاعتبار يا زيب ما كان غاوزع وزع لو لا السيشاكب الموسى كنا في المكان وفي الزمان ووصلنا للمظلومية ونحرطوا العقبة مع اي كان ما يهمناش انصفناه انصفناه ايديك ما انصفناش انعبط الريدو معاهم الله يمنعقل عليهم هاد اافي هاد اافي هاد القينات ويا الله دركي يا الله دركي يا الله الاف وسبعمائة فيديو ويا الله عشرة في المية ورا نخرج لديك الهم لك هل عارفينه الله يمكننا الدر من تحت الحزام وفوق الحزام وفيما جيت شيروا بالحجر كما تقول اذا هنا بقى نظام الاساسي كما قلت النصوص التنظيمية لبقى ما خرجت هادك هي الشي اللي عطل اما كل شي رأنتها اذا بمجرد تخرج المسائل التنظيمية النصوص التنظيمية لهذاك المسائل اللي عندها علاقة اللي خاصة تحدث يعني خاصة تنشر اه تتضمن في اه القانون العام دي الوظيفة العمومية لي من بعد خاصه يتضمن في القانون الخاص دي الموظفي وزارة التربية الوطنية لان النظام الاساسي دي الوزارة التربية الوطنية هو تابع للنظام العام دي الوظيفة العمومية هدا مسألة للتناقس. اما النظام الخاص اللي سيحدث هدك لغين سخط ناشر النظام الاساسي دي ال الاكاديميات واللي غديد واللي جديد هدك هو دي الاثور الاكاديميات هذا غيكون نظام مهن تربية والتكوين وغيكون نظام خاص فقط باطور الاكاديميات. وسيكونوا ضمنها الصنف التاني. المتضمن في المرسوم. جول سيفر جولة امية او خمسين. اللي هو النظام الاساسي دي اه اه موظفي وزارة التربية الوطني. هيكون في الصنف التاني مع الانظمة الخاصة. وحتى المساعدين الادارين والتقنيين هيكونوا في هذا الصنف دي الانظمة الخاصة هيكونوا مع الاطور المشتركة بين الوزارات. والمسائل اللي غدتحدث كما قلت اه الحصيز السنوي اه درجة الجديدة. يعني هال المشكلة دي المساعدين يعني تقنيين اه مساعدين الادارين والتقنيين الى اخير. اذا انتو المسائل حاولوا باش تبارتجوا ديروا الجيم وتوزوا على نتاقين واسح حتى تعمل الفائدة. وكل شي يصلوا له هات الاخبار. وايضا باش تدعموا هات القناة المتواضعة باش دائما نزيدوك ونكونوا في التعلق ونزيدوك ادام. اذا نذكركم بان النظام الخاص بهاد خاص باثور اكاديميات هيكون تابع للنظام دي الموظفي وزارة التربية الوطنية اللي هو النظام دي الفين ثلاثة. اللي غيتم يعني المراجعة ديها. والنظام الاساسي دي الوزارة التربية الوطنية هو تابع للنظام العام دي الوظيفة العمومية. نعطيكم متى. بحالة الشركات تدركها دي ال لزان تيرين. تتكون بحالة دي الوساطة. دي المناولة. المناولة. دي المناولة. مثلا اه في شركة من الشركات مثلا مثلا لو سيبي. كينين موظفين دياله اللي خدامين معه. موظفين معه هو مباشرة. وكينين شركات دي المناولة تتخدم داخل تتشد الخدمة داخل داخل اهتي تتشد للمرشي في الوسيبي مثلا مع شركة دي المناولة. اللي هي تتخدم داخل لوسيبي. فهذاك الموظف اهذاك العامل او هذاك المهنديس اللي تخدم اللي تخدم مع ذاك شركة مناولة اللي هي شدى مع لوسيبي. فهو ليست له علاقة نهائيا مع لوسيبي. ما عندوش علاقة مع لوسيبي. مباشرة. شركة المناولة يا اللي تتشد الخدمة مع لوسيبي. هادك هادك الموظف هادك المهندس اللي خدم مع ذيك شركة المناولة. هو فقط تلتازم به بالعقد. تخضع للعقد اللي تربطه بينه وبين هادك شركة ديال المناولة اكس. اما المهندس اللي خدام مع لوسيبي فهو تخضع يعني النظام الاساسي ديال لوسيبي. وهذاك رغم ان هم هادك المهندس اللي تيجي مع الشركة ديال المناولة وتشد هادك المارشة او تشد هادك الخدمة راح تقدروا يخدمون نفس المهام بحالو بحال هادك اللي تيخدم مع لوسيبي. لكن هادك تيخدم مع لوسيبي مرسم معهم. هادا تيخدم بعقد مع شركة ديال المناولة اللي هي شهد دا المارشة من عند لوسيبي مثلا. هادش اللي غدي يكون في الاطر الاكاديمية. اطر الاكاديمية غايكونوا عندهم نظام خاص. وهذا النظام الخاص غايكون ضمن النظام ديال اه ديال ديال موظفي وزارة التربية الوطنية. اللي هو بالمرسوم جوز سيفر جوز تمانية واربعة وخمسين. والنظام ديال موظفي وزارة التربية الوطنية وهدوك اللي تيخدعوه لي هما اللي توضفوه من الف وخمسة عشر وما قبل. هادوك تيخدعو هادك النظام ديال وزارة التربية موظفي وزارة التربية الوطنية هو اللي اللي تيخدع النظام العام ديال الوظيفة العمومية. اذا هادوك اللي تيخدعوه نظام ديال وزارة التربية الوطنية. اللي تابع على النظام العام ديال الوظيفة العمومية هدوك هما اللي تكونوا موظفين رسميين. خاضعين للنظام ديال يعني مباشرة بحالة خاضعين نظام ديال وزارة التربية الوطنية. ديال النظام العام ديال الوظيفة العمومية. اما النظام الخاص ديال وزارة ديال اطر الاكاديميات فهم فقط سيتم يعني تضمينهم ضمن الانظمة الخاصة التي توجد في الصنف التاني او الفئة التانية من النظام للموظف وزارة التربية الوطنية الذي هو بمرسوم جوز صيفر جوز ثمينمية اربعة وخمسين الذي يعد نظام موظفي وزارة التربية الوطنية التابع للنظام العام ديال الوظيفة العمومية وبالتالي فالموظفين اللي خاضعين النظام ديال وزارة التربية الوطنية اللولين في الصنف الف فهما المناصب المالية ديالتهم تحدث سانويا داخل القانون المالي موظفين اطر الاكاديميات اللي غيكونوا في في النظام الاساسي ديال الفئة التانية لفي النظام ديال التي هي العمومي الموظف وزارة وتربية tropية الوطنية هدوك غتكون نفقات تحول من المركز من الوزارة التربية الوطنية تحول الى الاكاديمي. والاكاديمي هديك كنفقات خاصة باتر الأكاديميات وهديك نفقات الخاصة باتر الاكاديميات تحول وليس يحدثه تحول إلى مناصب مالية لأطر الاكاديميات. انتهى الكلامات. اما النقطة الخلافية اللي بقى. ما كنتش نقطة خلافة. النقطة لناقصة لانه قال لك مبغينا نطرحوه كامل. اذا كن ناقص كن نواقص. النواقص مثلا اه حاصل دي 36% المشكلة دي المساعدين التقني والاداريين. وضع احداث الدرجة الجديدة. باقين النصوص الانديمية دي لا ما خرجتش. بقي ما خرجتش. تكشي باش جاء هذك النقابية وبدأت يشير ولكن ما تشيرش بالتفصيل هو لها دي شي ولا بغير طابط يعني بانه تدير استباقي يستبقوا الحوار الاجتماعي. ساق وعشرين. اذا نشوفو تاني. بما يفيد. مشكلة دي الهاشتاغ ودي الاخنوش تاني. اذا حسب ما يدور في اخبار اللي تدور بان هناك غيكون تعديل حكوم. غيكون تعديل حكومي. اذا سيخنوش راح باقي. سيدي خنوش? باقي. قلنا لكم كيف غادي ديرو لها. وجميع الجهات جميع الاقاليم جميع كلهم يعني شدينهم. اللي زارتي كيلسون شدينهم. والقادية جات جات في الضربة في كيمتي روج. ان في اعلان هدوك عليه سامرين. سميري ميري. صحب سميري ميري. راح سامر سيك الشجار كل واحد غادي يمشي عن صاحبه. والامور فيه بزاب دي الامور. خاصنا يعني فهمنا احنا اللعبة كديرها اصف. امور كبه جديدة. اذا كانوا تشتغلوا بفعلا بهادك الشي دي الشابي برا عارفينهم. وكانوا عارفين بان كينتا ديرها. شحال هذي كانت تقالوا ميسا عبدات تتعطيلي زيستيماسيون شحال هذي. كتقول بانا خنوش خاصو يحييد ويجي في بلاستو اه شكون طالب العالمي الى خيره. هو اللي دير. اذا كانت وكانت تتروج كلهم كانوا سامرين. وبدأوا تيديروا سياسة اللي يديرها. حتى ان واحد ذلك اللي اه يعني البرلمانية اللي معروفة رئيسة حزب. تعي اولا تتنادي باش اشياء اللي هي خطيرة. دي اول مرة. اذا تعي كل شي دركيا باغي يشوف شي ما تصيب يدبر عليه. لا تتعبار قال اللي خاصو يخرجوا للشاريع الى اخيره. وكانش حويت نشوفهم احنا كان ممكن. ما يقدروش يقولوا. خال عليك على ميسا ميسا داك ناجي كما خرجت. كيفاش خرجات يا صاحبي. تتخرج. وتتضحك ومرتاحة. وتت يعني بحال هذيك التصريحات وبحال هذيك الشي. انسان تيقول بشي بلاخصة يمشي يكون بشي بلاصة يعني مرتاح ودك. اذا هو تيقول ونتتقولها نوم مرتاحة. وتتقول لك اون بليس. غادي ندير حزب. هنشكل الحزب. نحلل وناقش. اما خلي عليك شي. شي واحدين اخرين تاني يقلك صحب شكارة. قال لك صحب شكارة. شحاب تشكر كما يقلك الفلوس تدير طريق في البحر. تصور واحد. لا تتوفروا في الشروط. دي القانون الداخلي دي الكلاد. وي. لانه صحب شكارة. وتشوفوه المنقيد المالي. وكان قبال قال لي معا ساهمت. ورا ماشي ساهم من خارط. عندهم من خيارات. ماشي مساهمة. ودروا مساهمة واساهم. ورا نخارط من خيارات. خارط به. ماشي مساهمة. عندهم من خيارات. من يول واحدين خارطهم. وهو دمدار. يعني نخارط بواحد من مبلغ كبير. ملايس حياها. وردوها الصحافة دي ولي تابعين ليه يقلك ساهم. ها هو ساهم كي يولت بنت. ها هو ذلك يقلك بغي يولي الرئاسة. والرئاسة خاصة تسير الايداري والريادي. سبحان الله العظيم. وحتى ان القانون الداخلي يقلك ديالهم ان هو يشترط باش ترشحة. باش ترشحة خاصة يكون عندك سنتين. ندره بقى الله وافية جديد. ورغم داك شي عطاوه. عطاوه المسائل كل شي. سهلوا لي الامور كل شي ووافقوا عليه ودخلوه خارج ما يصطلحوا عليه بالقانون الداخلي. وخا ما تكونش توفر فيه الشرف. ويشدها ويشدها. وفينا هو انت ما بركن تكون هنا هاشتاغ ما هاشتاغ هاشتاغ ما هاشتاغ. والتال هاشتاغ ما كن مدرتوه. للمتقاعدين من سبعة واتسعين والمعاشية ديالهم راكدة. مجمدة. كأنهم غير ما موطة غير يعني غير غير يعني كأنهم ليسوا بمواطنين. رغم انهم في الانتخابات عندهم اصوات في الانتخابية. وتنتخبوا على هاد الحكومات اللي هي تتسير لبلاد اللي هي اللي اجابتين هاد الفلاس منذ سبعمائة سانة هادي. هادو اللي سامرين. اللي كل واحد مخرج من كان في الحكومة ومخرج منها ولكن في وزارة ومخرج منها حتى خلص الزبلة. وانت قد تلقاهم تانية داخلين وراجعين. وترا هما عندهم مسائل اخرى. ها باش يسكتوه. شو واحد غيدر له فقوق في راسه. يجي يعطيه شي بلاسة يقول لي خليه تميت لها. بلا ما يتقصد على يد ما دي. خلينا لخدمك. وخصصا كي هنا اصلاحات واوراش كبرى. اللي غد تكون هي في البرمجة ديالها في الفين في حوار اجتماعي ديال الفين واثين واثين. احنا شايفين اذا كشي البرنامج ديال. عارفين البرمج. اذا اصلاح انظيمة تقاعد اللي غدي تنزلوه. اللي غدي يكون سيناريو محب. درتو الاصلاح المقياسي اللي بين كيرانك. اللي باقي الراجعين. اوه غي سيفترك صاحبك تقاد معه. يعاونك شوية في المعارضة. وديرين هالمعارضة عريت ما غدي يكون شي 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 يعني شي مؤتمر الى اخريه. وباش يوجدوه ربما شي حاجة. وهدي غير ضربة اللي اولا دي اخنوش. يعني بلا حيدو لان اخنوش لا خلاو. البام وحيدو اخنوش مباشرة. غدي طلع واهبي. ها ما حيدو واهبي. باش قاع تلا حيد اخنوش ما عمرو يطلع واهبي. وبيرا غدي باينا الامور غدي يتشانجا وباينا كينا شي شي برنامج اه تري دي لكا. دي لكا. دي لكا. وادنون يا وادنون. احسن. احسن بلاد واحسن مدينة. احسن بلاد ايا وادنون. واد امو العشار. ولدنا ولداتنا تما يا الله يعمر عدار. فعلا. دكريات خلينا تلشي خطران نقول لكم الدكريات دي لتما. لا يا ريال. الرجال فعلا. الرجال الرجال. رجال. تمانينات. رجال. رجال المعنى الكلمة. باي جزيون بخير. الناس دي التقاعد. هلاش مدرتون لها دي الناس هاشتا عقولها. واتو متى البارتاج متى تبارتاجون مع الناس اللي مدلومين. احنا راحوا الناس. اتنين واربعين سانة ومقبل قاعدة بالتاسع. بخمسين الف. وقال سنتي قتو قلك على واحدة ستناعشر الف دنا. احنا وصلنا اتنين وثلاثين. اذا المتقاعدين. اللي من سبعة او تسعين. ما عموا مدرت مراجعة ديالهم. وهو ما الاوائل خاصهم تدار لهم زيادات. ولو تمو يستبدو من زيادة في المعاش. اما هذك القدي ديال مراجعة الضريبة. هذك المهندسين ديال الوزارة ديال المالية التي بديرو. تيشوفوا الحاجة اللي فيها اللي ما فيهاش الاستفادة تتكون قليلة. خلوها الروسكم. حال كي مدرتو زيادة في التعويضات العائلية. دلتو التالتو الرابع ولا الخامس. شكو لتي ولا التالت هنا. شكو اللي قادرت على راسه. ما تقيدين اللي تلاتة ولا اربعة. ولا خمسة. تتري يقولوا على البشر. اذا زيادة في المعاشات. وليست مراجعة الضريبة. مراجعة الضريبة غادي يستافد منها اللي تيشد المنيل. ولا يستافد منها. قليل نطاقش بزاف ميدقل ولكن طولنا في الفيديو. حاولوا على نطاق واسح تتعمل فائدة دير الجيم ودور مية وعشرين. استسمح. تم عزيز. انا اللي غدور مية وعشرين. يا الله تبارك الله.